كل المواد مؤلفة من ذرات في مركز الذرة توجد النواة التي تبقى مشحونة بشكل إيجابي بالبروتونات كما يوجد في النواة نيوترونات غير مشحونة إن مدارات النواة تحتوي على الكترونات مشحونة سلبيا تبقى الكترونات تدور بمداراتها حول النواة لأن شحنتها السالبة تنجذب نحو الشحنة الموجبة للبروتونات لدينا هنا ذرة الهليوم مع الكترونيها الذين يدوران في مسارات ثلاثية الأبعاد في المستوى الطاقي الأول تتكون النواة من بروتونين والنيوترونين يكون عدد الالكترونات والبروتونات في الذرة دائما هو نفسه دعونا الآن نشاهد عرضا ثنائي الأبعاد لذرة ألمنيوم يوجد في ذرة الألمنيوم 13 بروتون و14 نيوترون كما يوجد 13 الكترون يحتلون عدة مدارات حول النواة إن الالكترونين بالقرب من النواة يحتلان المدار الأول يحتوي المدار الأول الكترونين فقط على عكس ذرة الهليوم ذات المدار الوحيد حول النواة ستحتاج ذرة الألمنيوم مدارات إضافية لاحتواء الكتروناتها الإضافية مما يعني أن المدار الثاني سوف يحتوي لغاية ثمانية الكترونات بينما المدار الثالث الخارجي سيحتوي على الكترونات الثلاثة المتبقية إن المدار الخارجي للذرة يدعى بمدار التكافؤ إن الإلكترونات في هذا المدار تدعى بإلكترونات التكافؤ إن الإلكترونات التكافؤ هي المسؤولة عن إعطاء ذرات محددة كالنحاس مثلا خصائصهم المهمة لنقل التيار الكهربائي عبرها إن الإلكترونات الأبعاد عن النواة سيكون تأثرها أضعف بالنواة ففي حالة ذرة نحاس وبعد امتلاء المدار الثالث بثمانية عشر إلكترونا وهو العدد الأعظمي فإن الإلكترونات المتبقي سيحتل المدار الرابع الأبعد إن هذا الإلكترونات الوحيد سيكون ارتباطه ضعيفا جدا بالنواة مما يعني أنه قادر على التحرر بشكل مؤقت من الذرة والتحول إلى إلكترونات الحر عندما يترك إلكترونات التكافؤ الذرة ويصبح إلكترونات حرا سيأخذ منها شحنته السالبة فالنتيجة ستكون شحنة موجبة لذرة النحاس هذه الذرة مع إلكترون ناقص عن عددها الطبيعي تدعى بالأيون الموجب عندما تحتوي الذرة على إلكترون إضافي عن حالتها الطبيعية ستدعى حينها بالأيون السالب للتعرف أكثر عن كيفية تشكيل الأيون الموجب والسالب دعونا نلقي نظرة على مركب كلور السوديوم أو ملح الطعام يحتوي كلور السوديوم على ذرتين السوديوم والكلور ويحتوي السوديوم على 11 بروتونا وعدد مساوي من الإلكترونات أما الكلور فيحتوي على 17 بروتونا مع 17 إلكترونا مترافقا في المدارات حول النواة كل ذرة تسعى نحو الاستقرار وذلك بعطاء السوديوم إلكترونه الوحيد على المدار الخارجي ذو الارتباط الضعيف إلى ذرة الكلور التي ستستلم هذا الإلكترونا لتزيد عدد الإلكترونات على المدار الخارجي إلى 8 وبالتالي عندما يتم حل الملح في الماء سيكون السوديوم جاهزا لعطاء إلكترون التكافئي ذو الارتباط الضعيف بالنواة للكلور لجعل الذرتين أكثر استقرارا إن السوديوم بفقده هذا الإلكترون سيتحول إلى أيون موجب أما الكلور بتلقيه الإلكترون الإضافي سيتحول إلى أيون سالب إن الحالة الآيونية الموجبة للسوديوم والحالة الآيونية السالبة للكلور سينتج عنه تجاذب الذرتين نحو بعضهم البعض هذا الانجذاب يشكل رابطاً آيونياً يجمع الذرتين معاً لتشكيل مركب كلور السوديوم إن خصائص الأيونات تسمح لبعض المواد أن تمتلك ميزة نقل التيار الموجودة في العديد من الأجهزة الكهربائية